بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب يارب تكونوا بخير معاكم دكتور انس رمضان خيري كلية السيدار بجامعة الازهر ومحاضر كمياء عضوية ان شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة في الكربونيل كومباند وبالتحديد في الألدهايد والكيتون ايه هي الكربونيل كومباند يا شباب دي المركبات اللي بتحتوى على الفونكشن جروب اللي هي مجموعة الكربونيل طب ايه هي مجموعة الكربونيل اللي هي سي ضب البوند ايه كانت بقى متصلة بايه وعلى حسب هي متصلة بايه هيكون المركب بتاعي يعني مثلا شباب لو مجموعة الكربونيل دي متصلة بمجموعة الكاير وهايدروجين ده كده بنقول عليه الداهايد يبقى الداهايد هو عبارة عن ايه عن مجموعة كربونيل التاتشد على الاقل على الاقل بوانهايدروجين اتو ده كده يا شباب بنقول عليه ايه الداهايد طيب لو مجموعة الكربونيل التاتشد بالكاير وبدل ال H هنا خلينا مجموعة الكايل. ده كده يا شباب هيكون اسمه كيتون. يبقى الكيتون هو عبارة عن C لو تبوند O. اتاتشد لمجموعتين الكايل. ده كده يا شباب بنقول عليه ايه? بنقول عليه كيتون. طيب جميل جدا. طيب ايه رأيكم? لو عندي مجموعة الكربونيل دي. اتاتشد لمجموعة الكايل. و O H. ده كده يا شباب بنقول عليه أسد. يبقى الأسد ان انا يبقى عندي مجموعة كربونيل اتاتشد لمجموعة هيدروكسيل. اللي هي ال O H. يعني يبقى عندي فانكشن جروب اللي هي C O O H. ده كده يا شباب بنقول عليه ايه? بنقول عليه أسد. طيب ايه رأيكم? لو مجموعة الكربونيل اتاتشد لمجموعة الكايل. وهنا اكسجن. بس بدل الهايدوجين دي. حطينا ايه? حطينا مجموعة الكايل تانية. في الحالة دي يا شباب هيكون اسمه ايه? هيكون اسمه. استر. يبقى الاستر ان انا يكون عندي مجموعة كربونيل اتاتشد لالكايل و O R. تمام يا شباب? تمام? طيب. لو انا عندي مجموعة كربونيل اتاتشد لالكايل و هالوجين. ايه كان بقى الهالوجين ده ايه? ده كده بنقول عليه. اسد هالايد. بنقول عليه ايه يا شباب? اسد هالايد. ليه? لان هو مشتق من الاسد العادي. بس شلت مجموعة الو اتش. وحطيت مكانها ايه? حطيت مكانها هالايد. عشان كده سمنا ايه? اسد هالايد. طيب ايه رأيكم? لو عندي مجموعة الكايل اتاتشد لمجموعة كربونيل. وهنا ن اتش تو. انا عملتي ايه? شلت الو اتش. حطيت مكانها ايه? حطيت مكانها ان اتش تو. فده بنسميه ايه شباب بنسميه اسد امايد. واضح? ان شاء الله يكون واضح. ده الجدول اللي موجود عندكم. وطبعا انا يهميني ايه? الالدهايد والكيتون. اللي هو محور كلامنا النهاردة بازن الله. طيب. تعالوا نتكلم في الاول كده عن الايوباك نومييك لاتشار للالدهايد. طبعا نتكلمنا عنها قبل كده لما شرحنا مين? الالكوحول. قلنا ان انا لو عندي مركب في مجموعة الالدهايد. ايه هي مجموعة الالدهايد او ايه هي الفوننكشن جروب بتاعت الالدهايد? خلاص بقى اتفقنا. or attached c double u h. يبقى c double u h هي دي الايه? الفونكشن جروب بتاع مجموعة الالدهايد. اللي احنا ممكن نكتبها كده يا شباب. سي او اتش. تمام؟ تمام. نابع انا لو عندي مركب فيه هاعمل ايه؟ اول حاجة هنختار اطولة الكربونية بتحتوي على الهيه. طيب وبعدين هنبدأ ترقيم. من الطرف اللي دي للهيهي الهيه اقل لرقم. Luna هي التاني مثلا لو عندي مركب بالشكل ده. واعيز اسمي المركب ده يا صباب. هنسميه إزاي؟ هنختار اطول الكربونية بتحتوي على فونكشن �руهي اللي هي دي. طيب وبعدين هنبدأ ترقيم من الطرف اللي دي مجموعة الالضهايد اهل رقم. وبالتالي هنبدأ تقيم من الكربون بتاع مجموعة الالضهايد. تبقى هي رقم واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة. طيب يبقى مركب ده اسمه ايه? اسمه بنتان. بس اتفقنا وقلنا ان احنا بنحذف حرف ال اي بتاع ان. وبنخليه ايه? بنخليه ال. قلنا الالضهايد يا شباب لما بنيجي نسميه ايوباك نيم بنقول ايه? ال. طب جميل. ال ال دي عند رقم كام? عند رقم واحد. عايز تكتب الرقم بتاعها ماشي. مش عايز برحتك. هي كده كده عند رقم كام? عند رقم واحد. وبالتالي ممكن حد يقول بنتان واحد ال. وممكن حد يقول بنتانات. ما فيش اي مشكلة. طيب عندي سوبستيوشن? اه. عند رقم تلاتة في مجموعة برومو. وعند رقم اربعة في مجموعة ميسايل. يبقى اقول تلاتة برومو, اربعة ميسايل. بعد كده بنتان واحد آل. واضح? طيب تعال ناخد مثال تاني. لو عندي مثلا يا شباب مركب بالشكل ده. وعايز اسمي المركب ده هنسميه زي? هنختار اطول الساكربونية بتاعتها على فونكشن جروب. طيب انا عندي هنا اكتر من فونكشن جروب. عندي الكوحول. وعندي ايه? الديه اللي هي سهيرة بالبنده او اتش. من اللي هي الاولوية. زي ما قلت لكم. اننا لو عندي اسد. فالاسد هو اللي هي الاولوية. وبعد كده الالدهائيد. وبعد كده يا شباب? الكيتون. وبعد كده. الالكوحول. يبقى الثاني الترتيب بالاولوية كده. اسد. وبعد كده bouthaeilit. وبعد كده كيتون. وبعد كده الكوحول. طيب انا عندي هنا ايه? عندي هنا الكوحول وعندي مين? وعندي ده هايد. ديبقى من من الليل هي الاولوية? الالده هايد. وبالتالي انا اختر اطول الساكربونية تحتو على فونكشن جروب اللي هي مين يا يا شباب اللي هي دي؟ طيب جميل هنبدأ ترقيم من اين؟ هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي لمجموعة الالدهيد اقل رقم وبالتالي مجموعة الالدهيد دي هتاخد رقم واحد يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب ستة يا شباب يبقى اسمه ايه؟ ستة يبقى اسمه هكسان بس زي ما اتفقنا هل هو هكسان؟ يعني الكان؟ لا ده هو ايه؟ الضهيد يبقى هكسان واحد ال او حد هيقول لي هكسانال عادي الاتنين صح طيب يا شباب الهكسانال ده عنده سبستيوشن ولا ما عندوش؟ اه عنده سبستيوشن عند رقم كام؟ عند رقم تلاتة في مجموعة الايزو برو باي يبقى هنقول تلاتة ايزو برو باي طيب جميل وعند رقم اربعة برومو جميل جدا وعند رقم خمسة مجموعة الهايدروكسير يبقى هنقول خمسة هيدروكسي طيب جميل جدا تعال نشوفهم في الالفابيتكال الوردر مين الاول؟ اكيد طبعا البي وبعد كده الاتش وبعد كده الاي طيب تعال نرتبهم يبقى اول حاجة اربعة برومو وبعد كده خمسة هيدروكسي وبعدين تلاتة ايزو برو باي وبعدين هنقول هكسانال تمام يا شباب؟ طبعا زي ما انتم عارفين ان ما فيش فصلة ولا فيه داش ولا فيه كومة ولا فيه اي حاجة ما بين الاسم ده والاسم ده احنا بلكتبهم الاتنين لازقين في بعض تمام يا شباب؟ تمام باذن الله؟ طيب تعال ناخد مسال تاني لو عندنا يا شباب مركب بالشكل ده وعايزين نسميه هنسميه ازاي؟ عادي بقى ما فيش اي مشكلة هنختار اطول سر كربونية اللي هي دي يا شباب وبعدين هنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي الفونكشن جروب اللي هي الاولوية اقل رقم من الفونكشن جروب هنا اللي هي الاولوية الالدهير والالكوحول؟ قلنا الالدهير وبالتالي الكربون دي هتاخد رقم واحد في حد ناصح هيقول لي يا دكتور الكربون دي عامل ثلاث روابط هو فين الرابط الرابعة؟ هقولك الرابط الرابعة هي الاتش بس انت عارف ان الاتش في حالة البوندلاين مش بنكتبها يعني في شكل الزجزاج ده مش بنكتب الاتشات لو الدكتور كتبها ماشي ما كتبهاش مفيش اي مشكلة يبقى انت عارف ان الكربون دي متصلة بايه؟ متصلة بالاتش طب جميل جدا يبقى دي واحد هنا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة يا شباب بيقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه هيكسان بس زي ما اتفقنا ان هو مش الكان هو ايه؟ الضهير فهنقول هيكسانال طب جميل طيب الصبستوشن اللي عندي صبستوشن عند رقم اتنين اللي هو الفلورو وعند رقم اربعة اللي هي مجموعة الفي نايل حلقة بنزين لما تبقى صبستوشن يا شباب بنقول عليها في نايل طيب وعند رقم خمسة في مجموعة هيدروكسي طب جميل تعالنا نرتبهم بقى الفابريكا الاوردر من اللي هي الاولوية اكيد طبعا الاف يبقى اول حاجة الفلور وبعد كده الاتش الهايدروكسي وبعد كده البي طيب تعالنا نكتب الاسم يبقى اول حاجة اتنين فلورو وبعدين خمسة هيدروكسي وبعدين اربعة في نايل وبعد كده هنقول هكسانال ورح يا شباب يلا سمولي المركبين دول وقلولي ايه التسمية بتاعتهم طيب احنا كده اخدنا تسمية الايوباك نايم للالضهايد في حالة الابنتشين طبعا نشوف تسمية الايوباك نايم للالضهايد لكن في حالة ايه؟ في حالة الرنج يعني لو عندي مجموعة الضهايد متصلة يا شباب هنا برنج ايا كانت الرنج دي ايه؟ حلق ايا هنعمل ايه؟ هنسميه ازاي؟ والله هنقول اسم الرنج دي ايه؟ وبعد كده نروح ايلين كرب الضهايد يبقى تاني لو عندي مجموعة الضهايد متصلة برنج وعايزين نسميها ايوباك نايم هنسميها ازاي؟ هنقول اسم الرنج التاعتنا وبعد كده نروح ايلين كربالضهايد تعال نشوف مثلا انا عندكم هنا الدكتور جايب ايه؟ حلقة بنزين متصلة لمجموعة الضهايد يبقى هنسميها ازاي؟ هنقول بنزين كربالضهايد طيب المركب دي يا شباب اسمه ايه ؟ اسمه سايكلو هكسان. يبقى هنقول اسمهailable وبعد ذلك نروح ايلين كاربالدهاب. فنقول سايكلو هكسان كاربلدهاب. طيب المركب ده يا شباب عايزين نسميه هنسميه ازاي ؟ اعتبر ان ال-O titj nich موجودة. الحلقة دي اسمها ايه ؟ اسمها سايكل وبنتان. يبقى هنقول سايكلو بنتان كاربالدهاب طيب ال-O titjدي عند رقم كام? ال-O titjدي عند رقم تلاتة. لميه ؟ لان احنا بنبدأ ترقيم من عند الكربالدهيط من عند مجموعة الألدهيط فهنقول واحد اتنين تلاتة ما حدش يمشي كده لان انت لو مشيك كده دي هتاخد رقم اربعة الاحسن تلاتة ولا اربعة اكيد طبعا تلاتة يبقى عندي تلاتة هيدروكسي سايكلوبنتان كربالدهيط واضح يا شباب يبقى لو عندي رنج وعندي مجموعة الألدهيط هنسميه ازاي هنقول اسم الرنج وبعد كده نروح قالين كربالدهيط طيب الرنج دي مسك فيها سبستوشان قولي ده اسمه ايه؟ واحدد البوزيشن بتاعه وبعد كده روح اقيل البوزيشن واسم الصوبيستيوشن وبعد كده اسم الرنج وبعد كده روح اقيل كربل ضهائل. واضح؟ دعوا ناخد امثلة كده عشان الدنيا توضح اكتر. لو عندي يا شباب مركب بالشكل ده. وعايزين يا شباب نسمي المركب ده. هنسميه ازاي? زي ما اتفقنا. هنقول اسم الرنج وبعد كده هنروح اقيلين بس الرنج هنا فيها ايه فيها سبستيتيوشن فعايزين نعرف الاول البوزيشن بتاع كل سبستيوشن يعني عايزين نرقم طي هنبدأ ترقيم من اين دائما وقبل ان شباب بنبدأ ترقيم من عند زرة الكربون اللي متصلة بمجموعة الالدهايد فدي هتأخد رقم واحد طب هنمشي ازاي هنمشي كده ولا هنمشي كده والله لو مشينا من فوق السبستيوشن ده هياخد رقم كام تلاتة ولو مشينا من هنا السبستيوشن ده هياخد رقم تلاتة يبقى الاتنين تساوي من اللي يحكمني هنا بما ان الاتنين تساوي اللي هيحكمني هنا هو الالفابيتيكال أوردر من اللي هي الاولوية شباب فالفابيتيكال أوردر البروم ولا الميسايل اكيد طبعا البروم وبالتالي هنبدأ ترقيم من فوق يبقى واحد اتنين تلاتة هنا اربعة هنا خمس طيب يبقى اسم مركب ايه تلاتة بروم وبعدين اربعة ميسايل طيب الرنج دي اسمها ايه اسمها سايكلو بنتان طيب وبعدين هنروح ايليين كاربل ده هايد واضح يا شباب يبقى احنا بنقول اسم الرنج وبعدكنا نروح ايليين كاربل ده هايد طيب لو الرنج دي فيها سبستيوشن بنقول البوزيشن بتاع السبستيوشن وبعدكنا نروح ايليين الاسم بتاعه وبعدكنا نروح ايليين اسم الرنج وبعدكنا نروح ايليين ايه كاربل ده هايد طيب عايزكم انتو تسمولي المركب ده لو عندي مسلا مركب بالشكل ده وعايزين نسميه هنسميه ازاي يلا قلولي انتو التسمية بتاعته ولو عندي يا شباب مركب تاني بالشكل ده وعايزين نسميه هنسميه ازاي برضو قلولي انتو التسمية بتاعته تمام تمام طيب تعالوا نتكلم دلوقتي عن الكمون نيم للالضهايد ازاي نسميه يا شباب الالضهايد ككمون نيم في بعض المركبات ليها اسم كومون نيم وده عايزكم تعرفوه زي مثلا لو عندي سيدة بالبندق او اتش اتش المركب ده شباب او 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 ا سنتفقنا. بنشيل حرف الاي. لان هو الأيض، ونروح قيلين. قال. يبقى المركب ده. اسمه ايه? اسمه مثانات. طيب تعالنا اخذ اخذ مركب Herz. لو شئلت الاش ده خليتها ch3. فيتكون عندي Ch3 وهنا Cứ Ramos O وهنا H.. المركب ده شباب اسمه ايه? المركب ده اسمه Acetaldehyde. تمام يا شباب? يبقى المركب ده اسمه ايه? اسمه Acetaldehyde. ries لانه فهم ايه اسمه? اسمه 1970 اهيد. . عارفين ليه سموه acetaldehyde لانه هو جاي من ال ascetic acid اللي هو عباره عن CH3. C ده بتبنته O. O H. المركب ده اسمه ascetic acid. طيب احنا عملنا ايه? شرنا ال O H دي خلينا مكانها H. فاحنا حولناه من acid الى aldehyde. فروحنا قيلين ايه? acetaldehyde. تمام? يبقى المركب ده شابه اسمه ايه? اسمه acetaldehyde. طيب ده عايزين نسميه او يباك نيم. هنسميه ازاي? فيش ايه مشكلة. كم زادل الكربون اثنين? يبقى اسمه ايه? يبقى اسمه ايه ونشير الحرف الايه ونحط ال. يبقى اسمه ايه؟ ايه سانال. طيب جميل? تعالوا نشوف لاندي مركب بالشكل ده. المركب ده يا شباب. ليكم النيم اه ليكم النيم. اسمه Brubine Holdahyde. تاني. اسمه ايه يا شباب. اسمه Brubine Oldehyde. Brubine Holdahyde. ليه? هو جاي من اين اصلا? نفس الفكرة بالزبط بتاع الاسيتك اسد. هو جاي من بروبيونيك اسد. فاحنا شلنا الاسد ورحنا الين بروبيونيك الضهايب. واضح? واضح. طيب لو عايزين نسميه ايوباك نيم هنسميه ازاي? فيش اي مشكلة خالص. واحد اتنين تلاتة. يبقى اسمه ايه? يبقى اسمه بروبان. بس هل هو الكان? لا ده هو ايه? الضهايب. يبقى اسمه ايه? بروبان نال. واضح يا شباب? ان شاء الله يكون واضح. وهكذا بقى في تسمية البيوتانال والبنتانال. نفس الفكرة كده بالزبط. طب تعالوا نشوف لو انا عندي الداهايد. والالداهايد ده فيه وعايز اسميه كومون نيم هسميه ازاي? تعالوا ناخد مثال ونقول لكم القاعدة عليه. لو عندي مثلا مركب بالشكل ده. وعايز اسمي المركب ده كومون نيم هسميه ازاي? اول زر الكربون يا شباب. بعد الفونكشن جروب بنقول عليها الفا. التانية بتا. التالتة جامع. الرابعة دلتا. وهكذا. طبعا انت مش مطلوب منك ان انت تحفظهم. انت بس خليك عارف ان الاولى بنقول عليها الفا. التانية بنقول عليها بتا. التالتة بنقول عليها ايه? جامع. وخليك عارف الدلتا برض. يعني اقصى حاجة يبقى اربع زرات. طيب وبعدين بدل ما نقول بقى تلاتة برومو. لا هنقول ايه? هنقول بيتا برومو او بيتا ايا كان باقى انتو بتنطوها ايه. طيب. وبالتانية مركب دا يا شباب عايزين نسميه ازاي? يبقى عند رقم بيتا في ايه برومو فهنقول بيتا برومو. طيب دا اللي هو اربع زرات كربون ليه كومون نيم؟ اه لي كومون نيم. اللي هو ايه يا شباب? اللي هو بيوترال ضاهاي. فهنقول ايه? بيتا برومو بيوترال ضهاي. واضح شباب يبقى هو كل الفرق بس ان انت ما بتقولش ايه ما بتقولش ارقام بنستبدل الارقام دي بالحروف اليونانية اللي هي الالفا والبيتا والجاما والدلتا خلاص هما طبعا كتير بس انت زي ما قلتلك ما تعرفش ايه غير اربعة بس الفا بيتا جاما دلتا طيب تعالوا نشوف مسلا لو عندي مركب بالشكل ده وعايزين نسمي المركب ده كومون ايه هنسميه ازاي ما فيش اي مشكلة فين اطول سايا كربونية اهي طيب فين اهي فين الكربون البعد اهي يبقى الكربون دي الفا ديت بيتا ديت جامع طيب يبقى المركب ده اسمه ايه عند رقم الفا في مجموعة هيدروكسي وعند رقم بيتا في مجموعة في ناير من اللي هي الاولوية اكيد طبعا الاتش بتاعت الهايدروكسي يبقى المركب ده اسمه الفا هيدروكسي بيتا في ناي وبعدين اربع زرق كربوني يا شباب اسمه ايه اسمه بيوترال ضهاي واضح تسمية سهلة ما فيش اي مشكلة ان شاء الله تكون واضح طيب هنتكلم دلوقتي عن الايوباك نومين كليتشر للكيتون ازاي شباب نسمي الكيتون ايوباك نيم زي ما قلنا قبل كده بنختار اطوال سايا كربونية بتاحتها على الفونكشن جروب وبعدين بنبدأ ترقيم من الطرف اللي يدي مجموعة الكربونيل اقل رقم لان هي اللي ليها الاولوية طيب ولما نيجي نكتب القسم قلنا بنحذف حرف الاي من كلمة ان وبعدين نستبدلها بمقطع اون صح ولا ايه فمسلا يا شباب لو عندي مركب بالشكل ده وعايز نسمي المركب ده هنسميه ازاي هنختار اطوال سايا كربونية اهي طيب هنبدأ ترقيم من اين من الطرف اللي ندي المجموعة الكربونيل اقل رقم اللي هو ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة يا شباب يبقى اسمه ايه يبقى اسمه هيكس طيب هل هو الكان ولا الكين ولا الكين لا الكان فهنقول هيكس ان وقلنا هنحذف حرف الاي ونحط المقطع اون ليه اون عشان هو كيتون طيب ال اون دي يا شباب عند رقم كام؟ ال اون عند رقم تلاتة فهنقول تلاتة اون يبقى المركب بتاعي اسمه هيكسان تلاتة اون طيب هل فيه صبستيوشن اه عند رقم اتنين في مجموعة برومو وعند رقم اربعة في مجموعة مسايل يبقى المركب ده اسمه اتنين برومو اربعة مسايل هيكسان تلاتة اون واضح ان شاء الله يكون واضح. طيب تعال ناخد مركب تاني. لو عندي مسألة مركب بالشكل ده. وعايزين نسمي المركب ده يا شباب. هنسميه ازاي? هنختار اطول سلاة كربونية بتحتها على مجموعة الكربونيل. اهي. وبعدين هنبدأ ترقيم من الطرف اللي بدي المجموعة الكربونيل اقل رقم. ما يهميني الشيناة الدبل باند ولا تريبل باند يهميني مين? مجموعة الكربونيل. طيب يبقى هبدأ من هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة يبقى اسمه ايه? سبعة يبقى اسمه هبت. طيب هل هو الكين ولا الكين ولا الكين? اين واين. طيب الان عند رقم كام? واحد. فنقول واحد. اين. طيب الان عند رقم ستة. ستة. اين. وبعدين هنحزف حرف الاين من كلمة اين ونحط المقطع اون. طيب الان عند رقم كام? عند رقم ثلاثة. يبقى نقول ثلاثة اون. واضح شراب? ان شاء الله يكون واضح. طيب عنا الصبستيسوشن. اه عند رقم كام? اربعة في مجموعة بروم. عند رقم خمسة في مجموعة ميسايل. فنقول اربعة برومه. وبعدين خمسة ميسايل. هبت واحد اين ستة اين تلاتة اون. واضح? ان شاء الله يكون واضح. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. بس انتوا اللي تسموه. يلا يا شباب عايزكم تسموه للمركب ده. تمام? طيب. تعالوا كده نشوف لو عندي مجموعة الكربونيل في cycle. هل الاسم هيختلف? لا هنا ما بيفرقش بقى هل هو open chain ولا cycle? مش زي مين? مش زي الالضهاي. هنا التسمية بتكون ثابتة. فتعالوا ناخد مثال كده لو عندي مجموعة كربونيل في cycle. يعني عندي مثلا مركب بالشكل ده. وعايز نسمي يا شباب المركب ده هنسميه ازاي? اول حاجة هنبدأ ترقيم. هنبدأ ترقيم من اين? هنبدأ ترقيم من عند مجموعة الكربونيل. فالكربون دي تاخد رقم واحد. طيب همشي ازاي? هنمشي في الاتجاه اللي يدي للضبل باند اقل رقم. لو الدبل باند مش موجودة هنمشي في الاتجاه اللي يدي للسبستيوشن بتاعي اقل رقم. بس هنا فيه دبل باند. فالضبل باند طبعا هي اليها الاولوية. وبالتالي هنمشي كده يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طب جميل. تعال نكتب القسم. المركب ده فيه كم زر الكربون? فيه ستة زر الكربون. يبقى هقول سايكلو. طيب هل هو الكان ولا الكين? لا اين. طب الان عند رقم كام? عند رقم اتنين. يبقى هنقول اتنين اين. وزي ما اتفقنا هنحزف حرف الاي ونحط المقطع اون. طب الان عند رقم كام؟ عند رقم واحد. فعيز تقول واحد اون ماشي. مش عيز تقول واحد اون عيز تقول اون على طول مفيش مشكلة. يعني عيز تقول هكس اتنين اين واحد اون صح. عيز تقول سايكلو هكس اتنين اين اون. اجابتك برضو ايه؟ صح. واضح يا شباب? ان شاء الله يكون واضح. طيب الثبس بحaki عندي رقم كام؟ عند رقم اربعة فيه مجموعة برومو وعند رقم خمسة فيه مجموعة كولورو. من الأول؟ اكيد طبعا البروم فهنقول اربعة برومو وبعدين خمسة كلورو وبعدين هنقول سايكلو هيكس اتنين اين واحد اون او سايكلو هيكس اتنين اين اون واضح ان شاء الله يكون واضح طيب تعالوا نشوف مثال بالشكل ده لو عندي يا شباب المركب ده وعايز نسميه هنسميه ازاي فيش اي مشكلة خالص هنختار اطول الساياة الكربونية اهي طيب هنبدأ ترقيم من اين والله انا عندي هنا ايه عندي هنا الضهايد وكيتون والكوحول والكين من اللي هي الاولوية زي ما قلت لكم الاسب ثم الالضهايد ثم الكيتون ثم الالكوحول ثم الالكين وبعد كده الكاين وبعد كده الكان وبالتالي من هنا اللي هي الاولوية مجموعة الالضهايب فانا هبدأ ترقيم من هنا يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة يا شباب يبقى اسمه ايه خمسة يبقى اسمه بنت طيب هل هو الكين ولا الكين ولا الكين لا الكين تابل اين عند رقم كام عند رقم اربعة يبقى بنت اربعة اين طيب بما ان البير انت عندي ايه الضهايب فانا هعمل ايه فانا هحزف حرف الاي وهقول ايه قال طيب الال عند رقم كام عند رقم واحد فانت عايز تقول اربعة اين واحد قال صح عايز تقول اربعة اين قال على طول ما فيش اي مشكلة خالص طيب تعال نشوق في الصبستيوشن في عندي الصبستيوش عند رقم كام في عند رقم اتنين المجموعة دي اللي احنا هنعرف هنسميها ايه دلوقت وفي عند رقم تلاتة مجموعة الو اتش اللي احنا بنقول عليها هيدروكسي طيب مجموعة الكيتون يا شباب لما تبقى صبستيوشن بنسميها ازاي بنقول عليها اوكسو تاني مجموعة الكيتون لما تبقى صبستيوشن بنقول عليها ايه اوكسو وبالتالي المركب ده هنسميه ازاي هنقول تلاتة هيدروكسي لان طبعا الاتش بتاع الهيدروكسي هي اللي هي الاولوية فهنقول تلاتة هيدروكسي وبعدين اتنين اوكسو وبعدين بنت اربعة اين واحد قال واضح يا شباب واضح يبقى مهم جدا انت تبقى عارف مجموعة الكربونيل لو مش هي البيرانت يعني هتبقى صبستيوشن هنسميها ازاي هنقول عليها اوكسو زي مثلا الالكوحول لو هو البيرانت هقول عليه ايه هقول عليه اول طب لو هو صبستيوشن هقولها ايدروكسي هنا نفس النظام مجموعة الكربونيل لو هي صبستيوشن هقول عليها اوكسو طب لو هي البيرانت هقول عليها اون واضح يا شباب؟ ان شاء الله يكون واضح. طيب تعالوا نسمي المركب ده. لو عندي مركب بالشكل ده وعايزين نسمي المركب ده هنسميه ازاي? ما فيش اي مشكلة. انا عندي هنا كم فونكشن جروب. عندي ثلاثة. اول حاجة الضهايد وهنا كيتون وهنا الكين. طيب من اللي هي الاولوية في الثلاثة دول? اكيد طبعا الالضهايد. وبالتالي مجموعة الالضهايد هي اللي هتكون البيران. طيب عايزين نسمي المركب ده هنسميه ازاي? نبدأ ترقيم. هنبدأ ترقيم منين? من زرة الكربون اللي متصلة بمجموعة الالضهايد. هي دي اللي هتاخد رقم واحد. طيب هنمشي ازاي? هل هنمشي في الاتجاه ده? ولا هنمشي في الاتجاه ده? والله لو مشينا في الاتجاه اللي فوق هندي المجموعة الكربونيل رقم اقل. طيب لو مشينا في الاتجاه اللي تحت هندي مجموعة الالكين رقم اقل طب من اللي هي الاولوية اكيد طبعا الكربونير وبالتالي انا همشي في الاتجاه اللي فوق فهقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واضح يا شباب فاهمين ازاي برقم المركب مش بنرقم كده وخلاص بنرقم طبقا للقواعد والشروط اللي احنا اتفقنا عليها وبالتالي المركب ده بما ان هو فيه خمس دراج كربون يبقى اسمه طيب هل هو الكين ولا الكين ولا الكين لأ الكين طب الان عند رقم كام عند رقم اربعة هنقول اربعة اين طب جميل جدا هل هنا يا شباب بحذف حرف ايه لا هنا مش بنحذف حرف ايه هنا بنقول بنت اربعة اين على طول ليه مش بحذف حرف ايه لان احنا قلنا لو انا عندي الضهايد كسبستيوشن على رنج بنعمل ايه بنسمي الرنج زي ما هي ونروح ايلين كربالدهايد فالمركب بتاعي ال اي هتظل كما هي تمام تمام طب الصبستيوشن اللي عندي والله عندي رقم تلاتة في مجموعة بروم وعندي رقم اتنين في مجموعة اوكسو عندي رقم اتنين في مجموعة ايه اوكسو الكربونيل لما تبقى صبستيوشن بنسميها ايه اوكسو وبالتالي هنقول تلاتة برومو اتنين اوكسو سايكلو بنت اربعة اين كربالدهايد واضح يا شباب فاهمين التسمية ان شاء الله تكونوا فاهمينها وتكون الكلام سهل وبسيط طيب تعرضيكم بقى شوية اسئلة كده بتحلوهم انتم يلا يا شباب دول خمس اسئلة عايزكم انتم تحلوهم وتقولولي ايه التسمية بتاعتهم على الواتساب تمام دول اول تلاتة اسئلة هو وهنا كمان سؤالين خلاص يا شباب اخدتوا سكرين طيب تعالين لما نكمل ازاي شباب بنسمي الكيتون كومن نيم احنا ذلوقتي اتكلمنا عن الايو باك نيم تعالي نشوف الكومن نيم بتاعت الكيتون سهلا وبسيطة مباشى اي مشكلة مش احنا عارفين ان الكيتون عبارة عن سيرة بال Ill-U cooler هنا المجموعة الكايل وهناる مجموعة الكايل فانا عشان نسمي الكيتون كومن نيم هقول اسم مجموعة الالكايل لده واحدها واسم مجموعة الالكايل دي الوحدة وبعدين هروح قايل كيتون تاني هسمي مجموعة الالكايل ديت وهسمي مجموعة الالكايل ديت وهرتبهم طبقا للألفابيتيكال أودر يعني مثلا لو دي هي اللي هي الأولوية في الألفابيتيكال أودر هقول اسمها الأول لو ديت هقول اسمها الأول وبعدين هقول اسمهم هم اللي اثنين واروح قايل في الآخر كلمة كيتون يعني مثلا تعالوا نشوف لو عندي مثلا مركب بالشكل ده وحايا نسمي المراكب ده يا شباب هنسميه أزاي هنسمي المجموعة الألخايل دي الوحدة دي اسمها إيه مياسايل طيب ومجموعة الألخايل دي اسمها برضه مياسايل وبالتالي عشان نسمي المراكب ده نروح آله ضاي مياسايل كيتون يبقى يعني إيه ضاي مياسايل كيتون يعني عندي مجموعة كربونيل attitude لـ 2ンチ给 voor واضح يا شباب؟ طيب دي ميسايل كيتون ده ليه كومون نيم مشهور جدا 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 اسمه إيه؟ اسمه أسيتون ولازم تكون عارفه يبقى تفرق ما بهني الأسيتون والفورمال دهايد الأسيتون عبارة عن مجموعة كربونيل التاتش دليتون ميسايل جروبز لكن الفورمال دهايد عبارة عن مجموعة كربونيل التاتش دليتون هيدروجين أتومز ده بنسميه فورمال دهايد لكن ده أسيتون واضح؟ طيب تعالوا نسمي مركب بالشكل ده لو مثلا شباب عندي مركب بالشكل ده وعايز نسميه هسميه ازاي؟ زي ما اتفقنا مجموعة الأركال دي اسمها إيه؟ اسمها تيرشير بيوطايل طيب مجموعة الأركال دي اسمها إيه؟ اسمها آيزو بروبايل ميني ليه الأولوية؟ أكيد طبعا التيرشير بيوطايل فاروح آيل تيرشير بيوطايل مجموعة دي اسمها إيه؟ آيزو بروبايل بايكا روح آيل كيتون فهمتو يا شباب؟ بنسمى مجموعة الالكايل دي لوحدها ودي لوحدها وبعدكنا نروح قيلين ايه؟ كيتون وطبعا بيرتبهم في الالفابيتي كالأوردر طب تعال ناخد مثال تاني لو عندي مثلا مركب بالشكل ده وعايزين نسمى يا شباب المركب ده هنسميه ازاي؟ والله المجموعة دي اسمها ايه؟ اسمها فينيل طب جميل جدا طب المجموعة دي؟ المجموعة دي غريبة شوية لا هي مش غريبة ولا حاجة انت بس تخضيت عشان فيه هنا سبستيتيوشن اعتبر السبستيوشن ده مش موجود اعتبره مش موجود يا شباب يبقى المجموعة دي اسمها ايه؟ اسمها ايه سايل ليه؟ لان فيها زرتين كربون وبالتالي دي هيبقى اسمها ايه؟ ايه سايل طيب فاكرين يا شباب تسمية الكمون نيم بتاعت الالضهير كنا بنقول اول زر الكربون بعد الفنكشن جروب بنقول عليها ايه؟ الفا براضو عليك وبالتالي هنا الفنكشن جروب هي مجموعة الكربونيل هنا اول زر الكربون بعد مجموعة الكربونيل هي مين؟ اهي؟ الفا وداية بتا طب جميل جدا خلاص كده الموضوع سهل عند زرعة الكربون الفا في مجموعة ايه بروم فنروح قايلين الفا برومو وبعد كده ايه صاير صح يبقى مجموعة الاركيل دي كلها على بعضها اسمها الفا برومو ايه صاير وده ايه كومون نيب طب مجموعة الاركيل دي اسمها ايه اسمها فينايل طب من الليه الاولوية الفينايل ولا حرف البي يعني ولا حرف البي اكيد طبعا حرف البي وبالتالي هقول الفا برومو ايه صاير فينايل كيتون تاني الفا برومو ايه صاير فينايل كيتون واضح يا شباب تبتاع ناخد مثال تاني كده لو عندي مثلا مركب بالشكل ده وعايز اسمي المركب ده كومون نيب هنسميه ازاي ده يا شباب اول حاجة في مجموعة الكربونيل اهي هنشوف مجموعة الاركيل دي اسمها ايه ومجموعة الاركيل دي كلها كده اسمها ايه مجموعة الاركيل دي معروفة اسمها ايه اسمها تيرشاري بيوطايل طب جميل جدا تيرشاري بيوطايل طيب مجموعة الاركيل دي يا شباب نفس الفاكرة بقى خلاص بما أن هي فيها سبستيوشن هنرقمها ألفا وبتا وجامع طب جميل فين أول زر الكربون بعد مجموعة الكربونيل أهي يبقى دي ألفا ديت بيتا طب جميل جدا زر الكربون اللي هي البيتا دي متصلة بإيه متصلة بأكسجن ومجموعة ميسايل الأكسجن ومجموعة ميسايل دي يا شباب كان اسمها إيه أيوا برضو عليك كان اسمها ميسوكسي جميل جدا وبالتالي المجموعة دي اسمها بيتا ميسوكسي طب ميسوكسي إيه بما أن هم زر الكربون دي واحد اتنين يبقى ميسوكسي إيه صايل يبقى احنا كده عرفنا المجموعة دي اسمها إيه والمجموعة دي اسمها إيه هنرتبهم طبقا للألفابيتيكال أردر من اللي يجي الأول أكيد طبعا التيرشال بيوتايل وبالتالي المركب ده هيكون اسمه تيرشال بيوتايل وبعد كده بيتا ميسوكسي إيه صايل كيتون واضح يا شباب؟ إن شاء الله يكون واضح طيب تعالوا ديكم بقى شوية أسئلة وانتو اللي تحلوهم دول الأربع أسئلة عايزكم تحلوهم وتقولولي التسمية بتاعتهم كومون نيم كومون نيم ماشا شباب تمام ده نفس الكلام يا شباب اللي احنا قلناه في السلايد بس عايزكم تعرفوا إن المركب ده اسمه أسيتوفينون المركب ده ليه كومون نيم كده اسمه أسيتوفينون يبقى الأسيتوفينون هو عبارة عن مجموعة كربونيل متصلة بمجموعة ميسايل وحلقة بنزين تاني الأسيتوفينون هو عبارة عن مجموعة كربونيل متصلة بمجموعة ميسايل وإيه؟ وحلقة بنزين طيب لو عندي مجموعة كربونيل متصلة بـ H وحلقة بنزين ده بنقول عليها شباب بنزالدهايد وده يعتبر الدهايد مش كيتون عشان كده بنقول عليه إيه؟ بنزالدهايد واضح؟ يبقى خليكم عارفين إيه الفرق ما بين الأسيتوفينون والبنزالدهايد الأسيتوفينون حلقة بنزين متصلة بمجموعة الكربونيل ومجموعة الكربونيل دي متصلة بإيه؟ بميسايل لكن البنزالدهايد حلقة بنزين متصلة بمجموعة كربونيل متصلة بعد كده بهايدرش كده احنا خلصنا تسمية الألدهايد والكيتون أتمنى إن شاء الله تكون التسمية سهلة وبسيطة ولو حد عنده أي سؤال أو أي سفسار أنا تحت أمركم في أي وقت تمام؟ تمام طيب تعالوا نتكلم دلوقتي عن الفيزيكال والكيميكال بروبيرتز الخاصة بالألدهايد والكيتون وليه بنقول ألدهايد والكيتون مع بعض؟ لأن الاتنين بيكون ليهم نفس الفنكشن جروب اللي هي مجموعة الكربونيل وزي طبعا ما كلكم عارفين من الأعلى في السليبية الكهربية الأكسجن والكربون أكيد طبعا الأكسجن فالأكسجن بيكون عليها بارشير نيجاتيف والكربون بيكون عليها بارشير بازوتب فمجموعة الكربونيلة شبابي بتبقى داي بول يعني إيه داي بول؟ يعني جزء عليه إشارة مجابة وجزء عليه إشارة سالبة بول يعني قد داي بول يعني صنائي القد يعني شق سالب وشق إيه؟ وشق موجب ده بالإضافة كمان أن أنتم عارفين أن الأكسجن تسحب الإلكترونز بتاع رابطة باي فتروح إيه؟ كسر رابطة ديت وجايبها عليها إشارة سالبة فيتكون عندي أكسجن عليها نيجاتيف إتشارج وكربون عليها بوزوتيف إتشارج فعشان كده بنقول على مجموعة الكربونيل هي الهافة ما تنسوش المصطلح ده أنا قلته لكم قبل كده لو شفت مجموعة الكربونيل عندك يتأكد أن هي اللي هيحصل عليها أتاك إيه السبب؟ نتيجة أن الكربون بتاع مجموعة الكربونيل بتبقى إيه؟ بتبقى إلكتروفيل وبالتالي أي نيوكروفيل هيروح عامل عليها إيه؟ أتاك واضح يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف كده الرياكتيفتي بتاعت الالدهايد والكيتون ونشوف مين فيهم هو المور راكتيف لو عندي مثلا يا شباب المركبات دي تعالوا نشوف إيه الفرق ما بينهم أول مركب ده كلنا عارفينه اللي هو اسمه فورمالدهايد اللي أنا قلت لكم عليه أنه هو سيمبلست الداهايد مجموعة الكربونيل متصلة بإثنين هايتروجين أتو طيب ده ده برضو الداهايد بس مجموعة الكربونيل متصلة بكربون أو مجموعة ألقايل بلص هايدروجين أتو طيب هنا يا شباب ده كده أصبح إيه؟ كيتون مجموعة كربونيل متصلة بمجموعتين ألقايل طيب إيه رأيكم؟ لو فعلنا التلاتة دول مع نيوكلوفيل تاني فعلنا التلاتة دول مع نيوكلوفيل من في التلاتة دول هيتفعل أسرع؟ وليه؟ إحنا اتفقنا إن أي مركب في مجموعة كربونيل هيبقى سهل إن هو يتفاعل مع نيوكلوفيل إيه السبب؟ زي ما قلت لكم نتيجة إن الأكسجن دي بتسحب الإلكترون فبيكون عليها برشيال نيجاتيف والكربون دي بيكون عليها برشيال إيه؟ برشيال وبالتالي مجموعة الكربونيل في كل المركبات ديت الكربون بتاعتها بتكون إلكتروفيل وبالتالي مع أي نيوكلوفيل هتتفاعل بس عايزين نعرف بقى بما إن التلاتة دول فيهم مجموعة كربونيل مين فيهم هيتفاعل أسرع؟ والله تعالى نشوف اللي هيحكمني حتين أول حاجة الاستيريك افاكت يعني إيه يا شباب استيريك افاكت؟ يعني الزحمة يعني هل النيوكلوفيل ده هيقدر يخش يعمل أتاك على الكربون دي بسهولة ولا لأ؟ هيا دي اللي احنا بنقول عليها إيه؟ استيريك افاكت يعني فيه زحمة جنب مجموعة الكربونيل ولا ما فيش زحمة؟ لو ما فيش زحمة يبقى التفاعل هيحصل أسرع طب لو فيه زحمة التفاعل هيحصل أبطأ صح ولا إيه؟ صح طيب يبقى الاستيريك افاكت معناها إن ما يكونش عندي بلك جروب جنب مجموعة الكربونيل هي دي معنى كلمة استيريك افاكت تاني الاستيريك افاكت معناها إيه؟ إن أنا ما يكونش عندي بلك جروب جنب مجموعة الايه؟ الكربونيل طيب تاني سبب يا شباب تاني سبب ان الكاربون بتاع مجموعة الكاربونيل دي يبقى الالكترون دينيستي اللي عندها عالية ولا قليلة اكيد طبعا قليلة انا عايزها ايه انا عايزها الكتروفيل يعني ايه الكتروفيل يعني ما يكونش عندها الكترونز صح ولا ايه تاني انا عايز افعل الكاربون دي مع ان يكلفيل وبالتالي الكاربون دي يبقى انا محتاجها عندها الكترونات ولا ما عندهاش اكيد طبعا ما عندهاش عايزها فقيرة بالالكترونز عايزها الكتروفيل وبالتالي كل ما الالكترون دينيستي عند الكاربون بتاع مجموعة الكربونيل تقل كل ما التفاعل هيحصل أسرع صح ولا إيه صح طيب إيه اللي بيزود الالكترون دينيستي يا شباب مش أنا لو عندي مجموعة معطية للالكترون بالبوسطف اندكتف افكت أو بالبوسطف ميزوميريك هتزود الالكترون دينيستي أكيد طبعا يبقى أنا كل ما يكون عندي مجموعة تدي إلكترونز كل ما التفاعل هنا هيحصل إيه أبطأ ليه؟ لأن المجموعات اللي بتدي إلكترون بتزود الإلكترون دينيستي عند الكاربون وأنا مش عايز الإلكترون دينيستي عند الكاربون تكون كتيرة أنا عايزها تكون قليلة يبقى كل ما يكون عندي مجموعة معطية كل ما التفاعل هيحصل أبطأ طيب كل ما يكون عندي مجموعة ساحبة كل ما التفاعل هيحصل أسرع صح ولا إيه؟ طيب تعالوا نشوف يبقى ثاني سبب أو ثاني فاكتور هو الإلكترون دينيستي فين عند الكاربون بتاع مجموعة الكاربونير طيب هل هنا يا شباب في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتفعل اسرع مع نيكروفيلد. هتقول لي والله يا دكتور. تبقى للليستيريك افكت. وتبقى للالكترون نيستي بتاع الكربون بتاع مجموعة الكربونيل احسن واحد يتفعل اسرع هو الفورمل ضهاي. ليه? تعالى نشوف. اول حاجة هل المركب ده عنده بلك جروب? لا. ده عنده ايه? اتش و اتش. لكن ده عنده مجموعة الكايل يعني مجموعة كبيرة. مقارنة بمين? مقارنة طيب دي اول حاجة اللي هي طيب التانية حاجة هتقول لي والله يا دكتور الفورمل ضهايط ده ما عندوش مجموعات بتدي الكترون وبالتالي الالكترون دينيستي حوالين الكربون هنا قليلة. لكن هنا عنده مجموعة بتدي الكترون. فالالكترون دينيستي هنا زادت شوية. طيب هنا في حالة الكيتون والله ده ده عنده مجموعتين بيده الالكترون. فالالكترون دينيستي هنا ايه? زادت برضه. وبالتالي مين في دول هيتفاعل اسرع هو الفورمل ضهايط. ثم الالدهايد العادي اللي هو ايا كان بقى ثم الكيتون يبقى تاني اسرع واحد فرمالدهايد وبعد كده الالدهايد وبعد كده الكيتون طيب تعالوا نشوف مثلا المركبات اللي الدكتور جايبها لكم دا دي كلها كيتون دي كلها يا شباب كيتون مجموعة كربونيل متصلة بمجموعتين الكايد هنا نفس النظام وهنا نفس النظام طيب تتوقعوا مين في دول يتفعل اسرع اللي هيحكمني هنا ايه الاستيريك افكت والالكترون دينيستي ايه رأيك يا شباب بمجرد النظر كده اسرع واحد هيتفعل هو ده اللي هو الاسيتون ايه السبب نتيجة ان الاستيريك افكت هنا قليل صح لكن هنا شايفين الزحمة يا شباب حوالين مجموعة الكربونيل لو انا عايز دخل من هنا نيوكروفيل هل النيوكروفيل هنا هيخدش بالسولة لا ليه عشان فيه هنا استيريك افكت اهو تمام لكن هنا اقل حاجة في الاستيريك افكت وبالتالي مين في دول يتفعل اسرع ده النقطة دي يا شباب مهمة جدا 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 النقطة دي مهمة انا كأنس اتسألت فيها في الشافوي لما كنت في سنة أولى زيكم الدكتور سألني وقال لي قل لي مين في دول يتفعل اسرع وراح رسم لي formaldehyde اسيتالدهيد اسيتون تاني formaldehyde واسيتالدهيد واسيتالدهيد واسيتون قال لي قل لي مين في دول يتفعل اسرع مع النيوكروفيل وايه السبب فالنقطة دي يا شباب مهمة جدا 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 تعالوا اديكم سؤال دول سؤالين عايزكم تقولولي في كل سؤال مين فيهم هيتفاعل أسرع وإيه السبب طبعا تمام طيب هنتكلم دلوقتي عن اللي بتحصل في مجموعة الكربونيل يعني ايه يا شباب يعني انا هعمل على مجموعة الكربونيل بواسطة ايه بواسطة نيكروفيل وطبعا كلنا عارفين ليه لان احنا قلنا ان مجموعة الكربونيل الكربون بتاعتها بتشتغل كايه كالكتروفيل طيب بما اننا عندي كربون الكتروفيل يبقى انا هفعلها مع ايه هفعلها مع نيكروفيل فعشان كده قلنا ان التفاعل ده بيكون نيكروفيلك راكشن طيب التفاعل ده بيكون اديشن يعني ايه اديشن يعني انت بتكسر الربطة ديت وبتضيف حاجة على الكربون دي وبتضيف حاجة على الاكسجين ديت يبقى تقني تفاعلات مجموعة الكربونيل يا شباب بتكون ايه؟ بتكون نيكروفاليك أديشن رأكشن. ايه السبب؟ قلنا النيكروفيل بسبب ان مجموعة الكربونيل دي بتشتغل كايه؟ كالكتروفيل. ليه بتشتغل كالكتروفيل؟ نتيجة ان الاكسجن دي هتأعلى في السريبية الكهربية من الكربون. فبيكون عليها بارشة نيجاتيف والكربون عليها بارشة البازلتر. طيب يعني ايه يعني الرفضة دي بتتكسر وبنضيف حاجة هنا وبنضيف حاجة هنا. واضح يا شباب? واضح باذن الله. طيب انا عندي احتمالين يا اما ده يحصل في neutral او basic condition. يا اما ده يحصل في acidic condition. يبقى تاني انا عندي احتمالين. يا اما ده يحصل في neutral او basic condition. يا اما يحصل في acidic condition. يعني ايه يا شباب? ايه الفرق ما بين الاثنين? يعني في حالة acidic condition ده هتبقى مستخدم acid ككاتاليست. في حالة basic condition هتبقى مستخدم base ككاتاليست. او هتبقى مستخدم حاجة neutral في حالة neutral condition زي مثلا الماير. تمام? طيب تعالوا نشوف ايه الفرق ما بين الاثنين? في الميكانزم. بس صلوا على النبي الاول. عليه الصلاة والسلام. لو عندي مثلا شباب مركب بالشكل ده. اي ان كان بقى المركب ده ايه? نفترض مثلا ان هنا ار وهنا اتش. عشان بس نوضح. وهنضيف على المركب ده. في neutral او basic condition. في neutral او basic condition. ايه الميكانزم? الميكانزم سهل وبسيط. مين الاعلى في السليبية الكهربية يا شباب هنا? الاكسجن والكربون? اكيد طبعا الاكسجن. فعليه partial negative والكربون partial positive. طيب عندي كربون عليها partial positive. وعندي نيوكلوفيل. عنده اشارة سليبة او ايه اللي هيحصل? ان نيوكلوفيل ده هيرروح عامل اتاك على الكربون دي. طب الكربون دي بقيت متصر بكام رابطة كده يا شباب. بقيت متصر بخمسة. ينفع? لا ما ينفعش. تروح كاسر رابطة ديت وجايباه هنا اشارة سليبة. فيتكون عندي ار وهنا سي وهنا اكسجن عليها اشارة سليبة وهنا الهايدوجين وهنا النيوكلوفيل اللي انت اضفته. بس كده يا شباب. صعبة? لا طبعا مش صعب. سهلة جدا بازن الله. طيب تعالوا نشوف لو عندي acidic condition ايه اللي هيحصل? لو عندي acidic condition اول خطوة يا شباب بتحصل حاجة اسمها protonation. تعالوا نشوف يعني ايه? protonation. لو عندي مسلا مركب بالشكل ده. وفعلت المركب ده مع نيوكلوفيل بس في وجود ايه? اسادة condition. ايه اللي هيحصل? اول خطوة ان الاكسجن اللي عندها لون بيرقف الكترون ديت هتروح عامل اتاك على طول على البروتون ده. طيب ليه بتعمل اتاك على البروتون? وليه النيوكلوفيل مش هو اللي عامل اتاك? هقولك دلوقتي ايه السبب? بس ركز معي. قلنا الاكسجن هتعمل اتاك على مين? على البروتون. طيب لما الاكسجن يا شباب تعمل اتاك على البروتون. كده الاكسجن عملت ايه? فقدت اللون بيرقف الكترون. فهيتكون عندي مركب بالشكل ده. سي ده بتبنده او. وهنا اتش. وهنا اكسجن عليها اشارة ايه? مجابة. وهنا ار وهنا ايه? اتش. طب جميل جدا. الاكسجن يا شباب عليها اشارة مجابة. هل كده ستيبل? لأ. عايز تعمل ايه? عايز تتعود الاشارة المجابة دي. فتروح عامل ايه? تروح كسر الربطة ديت. وجايباه هنا لون بيرقف الكترون. وتشيل الاشارة المجابة. فيتكون ايه? ركز بقى في المركب اللي تكون ده. هيتكون عندي ار وهنا سي. متصلة باكسجن. وهنا اتش. وهنا الكربون اصبح عليها ايه? تاني. اصبح عندها ايه? تاب لو سألتك وقلت لك يا دكتور هو ده المور الكتروفيل ولا مجموعة الكربونيل العادية اللي هي كانت موجودة في الاول إلي عليها بارشية البوضيطف? هتقول لي اكيد طبعا ده المور الكتروفيل. ليه? لانه ده عليه كومبليت بوضيطف اتشارج. لكن هنا كانت بارشية البوضيطف اتشارج. وبالتالي يا شباب الاسيريك يعacaktيفتي بتاعة ايه? بتاعة مجموعة الكربونير. ليه? لان هي بتحول الكربون من كربون عليها بارشية الى كربون عندها. ومن الاحسن في الالكتروفليستي اكيد طبعا الكربون اللي عليها وبالتالي تاني خطوة النيوكلوفيل ده هيروح عامل اتاك بسهولة على الكربون دي. ليه? لان دي اصبحت كاربو قطاين. فاي نيوكلوفيل يعمل اتاك على الكربون دي. واضح يا شباب? فهمتوا ايه الفرق ما بين الميكانيزمين? الميكانيزم الاول النيوكلوفيل كان بيعمل اتاك مباشرة على الكربون بتاع مجموعة الكربونير وبعد كده الربط باي بتتكسر. لكن هنا بيحصل العكس. الربط باي الاول بتتكسر وبعد كده بيتكون عندي complete positive charge. يروح النيوكلوفيل عامل اتاك عليها. طيب مين الاسهل? اكيد طبعا ده الاسهل. ليه? عشان هيسهل دخول النيوكلوفيل. ليه? عشان احنا عارفين ان لو عندي بارشية وعندي complete positive charge. مين الاحسن في الالكتروفيلستي? اكيد طبعا اللي عليه complete positive charge. واضح يا شباب? ان شاء الله يكون واضح. احنا كده خلصنا المحاضرة التامنة. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون سهلة وبسيطة. ولو حد عنده اي سؤال او اي سفسارا تحت امركم في اي وقت. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.